اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة والاحماض العدوية بقى الاختيار بتاعك هيكون الاختيار دي. تلاتة وخمسين بيقول جميع المركبات التالية تنطبق عليها الصغة العامة وبكده يبقى انت عندك عدد زرات الكربون بيساوي عدد زرات الاكسوجين في كل الصاغ معادة واحدة. حمد الاسان هيبقى سي اتش ثري سي او او اتش. فبالتالي هيكون عندك سي اتش فور او تو. فهنا كده هيبقى عدد زرات الكربون بيساوي عدد زرات الاكسوجين يبقى ده كده معنا. مش هنختاره طبعا يعني مش ده الاختيار الصحيح. ده كده تبعي السؤال. الفورمال ده هيكون اتش سي اتش او. هيبقى سي تو اتش سي وان اتش تو او. يبقى هنا كده الاتنين دول متساويين بقى برضو معانا. هيكون سي ستة اتش ستة او ستة. سي ستة اتش اتناشر او ستة. وبكده برضو هيبقى عدد زرات الاكسوجين بيساوي عدد زرات الكربون يبقى ده برضو كده معانا. يبقى كده ما فيش غير مين? الساكروز يبقى ده اختيار بتاعنا اللي هنختاره في السؤال ده. ده مش معنى. لان الساكروز بيبقى سي اتناشر. اتش اتنين وعشرين. وحداشر. دول مش متساويين. وبالتالي هنستبعد ده. يبقى كله كده بيتبع السيغة ديت مع ده الساكروز. سؤال رقم اربعة وخمسين بيقول للصيغة الجزائية لحمد صنائي الكربوكسيل. عدد زرات الكربون فيه بيساوي عدد مجموعة الكربوكسيل. طبعا ده بيتكلم على حمد الاوكزالك. ليه? في مجموعتين كربوكسيل في زرتين كربون. عاوز الصيغة الجزائية هتبقى سي تو اتش اتو او فور. سي تو اتش اتو او فور. يبقى الاختيار بتاعك هيكون الاختيار با. سؤال رقم خمسة وخمسين بيقول. الصيغة سي اتش تو ان اتش تو سي او اتش. طبعا ديت صيغة الجلايسين. تمثل مركب من الامينات ولا الاميدات ولا الاحماض الامينية ولا الكيتونات. طبعا ديت بيمثل صيغة للاحماض الامينية والحمض الاميني بيكون مشتاق اميني لحمض كربوكسيل. ايه بقى الاختيار بتاعك هيكون الاختيار ايه? سؤال رقم سبتة وخمسين بيقول. ادرس. ادرس كله من الاحماض الكربوكسيلية التالية. وبعد كده اجب بقى اختار ايا مما يالي غير صحيح. طبعا احنا عندنا الحمض الكربوكسيلي ده لو انا جيت اسميها هيبقى من هنا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. الحمض ده اسمه حمض بنتان ويك. الحمض ده هيبقى ده واحد اتنين هيبقى اسمه ايثان ويك. فبقولي عند اختزال المركب ايه? يتكون واحد بيوتانول. المركب ايه? لو انا اختزالته. ده هيبقى واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ما يعطيش بيوتانول. هو يعطي ايه? واحد بين تان ويك. يبقى ده الاختيار الخطأ. ده اللي احنا نختاره. طيب كامل بقى حضرتك وشوف البقى. المركب بيه? سائل خفيف. ايوا سائل خفيف. لان احنا قلنا الاحماض من واحد لحد اربعة بيبقى سائل خفيفة. والمركب ايه? كريه الرائحة وبيبقى سائل زيت. تمام. يسمى المركب بيه حسب نظام الايوباك بال ايثان ويك. ايوا تمام. درجة غليان او درجة ذوبان المركب ايه? في الماء اقل من درجة ذوبان المركب بيه. طبعا احنا عارفين كلما زادت الكتلة المولية الجزيئية للمركبات الكحولية والاحماض الكربوكسولية قلت ذوبانها في ايه? في الماء يبقى كله صحي مع دمين. مع ده الف. روح بعد كده للسؤال رقم سبعة وخمسين. بيقول يمكن التمييز بين حمض خليك مخفف وحمض خليك سالجي. طبعا حمض الخليك السالج ده نقي. ما يبقاش في ايونات فمش بيوصل قهرباء. بكل مما ياتي معد. دير القهربية فعلا. حمض الخليك هيبقى في ايونات فالتواصل بتاعه يبقى ضعيف اللي هو المخفف. اما السالج مش هيوصل. جهاز اللي هيضر ميتر بيقس الكسافة. وبالتالي كسافة السالج هتكون اكبر من المخفف. تمام. كابريتات نحاس لا مائية. كابريتات النحاس اللا مائية بتمتص الماء. هتمتص الماء اللي موجود في المخفف. والتاني مش هيبقى موجود في مية. فهيتغير لونها من لا مائية بيضاء الى مائية زرقاء في المخفف. وفي السالجي مش هينفحك. كربونات السوديوم هتتفاعل معاهم الاتنين. يبقى كله معدى مين معدى دال. سؤال رقم تمانية وخمسين. بيقول ايه في سؤال رقم تمانية وخمسين. بيقول لي اذا كان دي هو حمد البيوتريك. خلاص كان. حمد البيوتريك اللي هو حمد البيوتانويك اللي هو سي سري اتش سيفن سي او او اتش. فان ايه هو حمد. طبعا هنا شباب. حمد البيوتريك احاد القاعدية سناء القاعدية سناء القاعدية سلاس القاعدية. يبقى دا احادي القاعدية. خلاص كده لانه هنا بيقول لي قاعدية الحمد. يبقى دا احادي دا وده سنائي دا سلاسي. يبقى ايه سلاسي. الاوكزاليك سنائي. يبقى مش هينفع دي. مش هينفع ايه سنائي. الفستاليك سنائي. يبقى مش نافي. بالستريك سلاسي. يبقى نختار له سلاسي. خلاص كده الاسيتك اوحادي يبقى مش نافي. وروح بعد كده للسؤال رقم تسعة وخمسين. تسعة وخمسين بيقول ايا مما يلي لا ينطبق على المركب المقابل. طبعا المركب دا حمد الاجتيك. بتفاعل مع القلويات. ايوا بتفاعل مع القلويات. وابقول لا ينطبق على فكرة. هو بتفاعل مع القلويات. بتفاعل مع القلويات ليه? عشان مجموعة الكاربوكسيلي فيه. حمد احدركسيل الافاتي. هو حمد الكاربوكسيل. كاربكسيل. طيب مادة مترددة.�로ح ايوه هو مادة مترددة بتفاعل مع الاحماض على انه كحوله بتفاعل مع الكحول على انه حمض يبقى ديات مادة مترددة معنا انها مترددة كده يتفاعل مع السوديوم وينتج ملح وماء لهو لو يتفاعل مع السوديوم وينتج ملح وهيدروجين يبقى دياتها اللي مش هتنطبق طيب بقى يا مستر يجوز ان احنا نقول حمض كربوكسيلي هو ايه الحمض فالحمض معروف ان هو حمض كربوكسيلي وقال هنا في مجموعة هيدروكسيل يبقى ذكرها كمان يبقى هو حمض في مجموعة كربوكسيل وهيدروكسيل عشان مجموعة الهيدروكسيل والفاتي عشان ما فيش في حلقة بنزين متصلة بالCOH مباشرة يبقى دي كمان صاحبه كله صاحبه عدد من عدده اللي احنا اخترناه سعر رقم 60 بيقول ايا مما يلي لا ينطبق على اتنين هيدروكسي بروبانويك اتنين هيدروكسي بروبانويك بروبانويك يبقى انت عندك ثلاث زرات كربون الاولى منهم اها طيب بيقول اتنين هيدروكسي يبقى هنا كده في OH كمل هيدروكسيل يبقى CH3 وهنا CH هددتطلع حمض الاكتيك تمام كده طيب يتفاعل بالعوامل المؤكسيدة العادية ايوه بتفاعل بالعوامل المؤكسيدة العادية طيب ليه عشان عندك المجموعة ديك مجموعة كربينول سنوية بتتأكسي يبقى كده تمام يتفاعل مع كربونات السوديوم بيتفاعل مع كربونات السوديوم عشان مجموعة الكربوكساية خلي بالك هو يقول لك لا ينطبق احنا بنشوف اللي بينطبق وبعد كده نختار اللي ما بينطبقش درجة غليانه اعلى من حمض ايوه درجة غليانه اعلى من حمض عشان عدد رابط الهيدروجينية بيكون اكبر يبقى ينطبق هنا كده يؤثر في محلول الف اس ال اسري لا يؤثر طبعا لان ما عندناش ال او اتش الفين ولية يبقى الاختيار دي هو الاختيار الصعي السواء الرقم واحد وستين بيقول حمض اللي اكتيك هو حمض بروبانويك لا احنا قلنا عليه اتنين هيدروكسي بروبانويك اللي هو بتاع السؤال اللي فابل فبقول له هو حمض بروبانويك هقول له لأ حمض البيوتانويك لا واحد هيدروكسي حمض بروبانويك لا اتنين هيدروكسي حمض بروبانويك اهو اهو يا شباب. يبقى الاختيار بتاعنا هيكون الاختيار ايه? الاختيار ده. نروح بعد كده ليه السؤال رقم اتنين وستين بيقول للتفرقة بين حمض الاسيتك وحمض اللاكتيك. حمض الاسيتك سي اتش سري سي او او اتش. حمض اللاكتيك عبارة عن سي اتش سري سي اتش او اتش سي او او اتش. بولي محلول الكي ام ان او فور. هنستخدم كل ده معادة. محلول الكي ام ان او فور محمض بحمض الكابريتيك. ايو. ديت مش هتاكسد وده هتاكسد عشان ال او اتش الكحالي. كشف الاسطرة. كشف الاسطرة. لتنين قابلين للاسطرة. طيب كشف الحامضية. لتنين موجود في يوم كشف الحامضية. الاتنين يتفعلوا بالحمضية. طيب. بقى انا عند الوقت بيهو جيم هنوقف عندهم شوية. طيب. هنا محلول كي تو سي ار تو اسفن. طبعا ديت مادة مؤكسد. هتاكسد الاكتك. مش هتاكسد حمض الاسيتك. تمام. نرجع بقى البيهو جيم. عشان نختار ما بينه. هنا كشف الاسطرة. لو انا حطيت كحول اللي يتفعل مع ده. طيب. وهيتفعل مع ده. طيب حطيت حمض. الحمض مش هتفعل مع ده. بس يتفعل مع ده عشان يبقى كشف الاسطرة ينفع للتمييز. اما كشف الحامضية مش نافع لان هما الاتنين هي طولنا غاز ساني اكسيد الكربون بسبب وجود مجموعة الكربوكسيل اللي فيه. يبقى الاختيار بتاعنا هيكون الاختيار ايه? دي. السؤال الرقم 63. بقول لحمضة الفاتي سلاسة القاعدية صغط الجزائية. سي ستة اتش تماني او سابع ده حمضة ستريك يا شباب. حمضة ستريك عشان ما تتعبش هو انت بتكتبه هتكتب تلات زرات كربون. كل زرات كربون عليها مجموعة الكربوكسيل. عشان هو كده قل سلاسة القاعدية. هتجي على اللي في النص وتحط على او ايتش. بس هنا هتبقى الكربينول بتاعك سلاسية مش هتتاكسي. وبعد كده تكمل هيدروجين. خلاص كده. كتبنا السلوة بتاعنا. لو جدت هتلاقهم ستة كربون دول تلاتة وتلاتة ستة. تمانية هيدروجين. وسبعة اكسوجين. اللي هما الستة دولا. والاكسوجينة دي. ايا مما يلي لا يصف المراكب. قابل للاكسي ده. لا هو مش قابل للاكسي ده. ليه لان اللي فيه سليسية ما بتتاكسيتش. ومجموعة الكربوكسيل ما بتتاكسيتش. بل اختيار الف على طول كده. طيب مشبع ايه بمشابع يحتوي على مجموعتين ميثيلين ايه وفي مجموعة ميثيلين ايه وفي مجموعة ميثيلين ايه. يتفاعل مع كلا من الاحماض والكوحالات ايوه بيتفاعل مع الاحماض. بالOOH الكوحالية وبتفاعل مع الكوحالات بSCOOH الكربوكسيلين. طيب نروح بعد كده لسؤال رقم 64. 64 بيقول لي باجسادة بالبنزال ضهايد RP Monster اهو حلقة بنزين كده وعليها ده لما بيت اكسد هيعطي لنا حمد البنزة اوكل وتفاعل الناتج مع الصودة الكوية نفعله مع ان او اتش هيعطي لنا حلقة بنزين كده وعليها سي او او ان اي زائد اتش تو او هيعطي مادة مرتبة للجلد لا مادة منع التجمد الماء في مبردات السيارات هقول له لا مادة مفرقعة لا مادة حافظة اللي هي بنزوات الصود قال له ايوة الاختيار ده الاختيار صحيح سؤال رقم خمسة وستين بيقول لي ترتيب المركبات الاتية اقتصاعديا حسب الصفة الحمودية كالاتي الاسان طبعا ما فيش في صفة حمودية خالص فهبدأ به يبقى اقل صفة حمودية في الالكانات فهنبدأ بالاسان لذلك هو ما شاء الله في كل الاختيارات بدأ بالاسان طيب جايب لحمض معدان اداء اكبر يبقى انا هبدأ باسان وانتهي بحمض الاسان تمام كده خلاص هنستبعد دال ليه لانه ما انتهاش باسان طيب تعالى بقى نبدأ عندك الاسان هتجيب الكحول بعده على طول يبقى الايثان ايثانول بعد الايثانول هتجيب الفينول يبقى حمد الكربوليك رقم 3 يبقى ايثان ايثانول حمد الكربوليك ايثان ايثانول حمد الكربوليك هتستبعد جيم كده طيب ايثان ايثانول حمد الكربوليك هتجيب الحمد المعداني الاول وبعد كده الحمد العيدو يبقى حمد اسيتك حمد بنزوك ايثان ايثانول حمد كربوليك حمد بنزو الجيال اول يبقى غلط يبقى نختار له الاختيار ايه بقى ايسان ايسانول حمد كربوليك اللي هو الفينول حمد اسيتك اللي هو الحمد الالفاتي بعد منه الحمد الاروماتي بعد منه الحمد المعدني وبكده نبقى وصلنا لنهاية حلقة اليوم تظهرون ان شاء الله في الحلقات القادمة بتوفيق شباب في المقادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته